من رام الله ينضم إلينا مرسل الحدث عبد الحفيظ جعوان عبد الحفيظ أهلا بك ما هي أخر التطورات والمستجدات لديك من ناحية الأمنية والميدانية نعم مصلحة السجون الإسرائيلية قبل نحو ساعة علنت عن وفاة أسير في سجن مجدو وحتى هذه اللحظة ننتظر وزارة شؤون الأسرة لكشف عن تفاصيل وفاة هذا الأسير الفلسطيني الذي تقول مصلحة السجون الإسرائيلية أن عمره ثلاثين عاما وأنه شك من توعك في المعدة قبل أن ينقل إلى عيادة ثم هناك أعلن عن وفاته وهذه هي الحالة الخامسة منذ السابع من أكتوبر التي تعلن فيها السلطات الإسرائيلية عن وفاة أسرة فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بسبب مرض أو عارض صحي وهو ما لا يصدقه الفلسطينيون على كل حال ننتظر موقف وزارة شؤون الأسرة علما بأن بعض الشواهد التي خرجت من هذا السجن تقول أن الأسرة في السجن مجده يتعرضون لتنكيل كبير وتقليل بشكل كبير لوجبات الطعام وضرب وحشر لعدد كبير من الأسرة في غرف صغيرة هذا بالنسبة لموضوع الأسرة الذي ارتفع عدد الذين تم اعتقالهم منذ الصباح إلى خمسين في ذات السياق وهذا يرفع عدد الأسرة الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر إلى نحو 2500 فلسطيني عمليات الاعتقال جرت هذا اليوم في مختلف مناطق الضفة الغربية أبرزها في مدينة الخليل حيث أيضا قتل الجيش الإسرائيلي صائق تاكسي موسين عمره 68 عاما وهو عيسى القاضي أظهرت شرائط فيديو صورت الحادث أنه كان يقترب من أحد النقاط التي تفاجأ بوجود جنود عليها أخبره الجنود بالعودة إلى الخلف وعندما كان يعود إلى الخلف بسيرتي أطلق عليه جندي النار وأصابه برصاصة في الرأس الجيش الإسرائيلي كان يجري عملية نداهمات في مدينة الخليل لبعض المؤسسات الخيرية والمؤسسات الخاصة برعاية شؤون الأيتام حيث تم مصادرة أجهزة حاسوب وكمبيوتر ووثائق وما إلى ذلك الجيش الإسرائيلي اقتحم أيضا صباح اليوم مدينة ريحة ومخيمة عكبة جبر اعتقل سبعة فلسطينيين وأصاب اثنين بجروح إضافة إلى سلسلة من عمليات التواغل والاقتحام التي عمت مختلف مناطق الضفة الغربية ضمن اتساع كبير جدا في هذه السياسة سياسة التواغلات والمداهمات التي غير مسبوقة منذ سنوات تنفذها الكوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعالة ما تخلف ضحايا وإصابات ومعتقلين